أهلا بكم في النشرة الاقتصادية صادقة الجمعية العامة غير العادية لمجموعة البركة المصرفية على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع إلى مليار ومئة وتسعة وأربعين مليون دولار بتحويل أكثر من ثلاثة وثلاثين مليون دولار لرأس المال وإصدار مقابلها أسهما مجانية للمساهمين بواقع ثلاثة أسهم لكل مئة سهم فيما أقرت الجمعية العامة العادية للمجموعة توزيع أرباح النقدية على المساهمين قدرها 22 مليون دولار بواقع سنتين للسهم الواحد كما اعتمد المساهمون توصية مجلس الإدارة بتحويل 10% من الأرباح إلى الاحتياطي القانوني بواقع 16 مليون دولار إضافة إلى اعتماد توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة على المساهمين بواقع ثلاثة أسهم عن كل مئة سهم مدفوع والحمد لله كانت نتائجنا جيدة كما أعلنها 286 مليون دولار أمريكي وهي تعطيك مردود على حقوق المساهمين ما يوازي حوالي 14% واليوم كذلك طلعت في الجرائد الرسمية أننا نعتبر ثاني أكبر بنك من ناحية الأرباح أو ثاني أحسن بنك من ناحية الأرباح وهذا اندال يدل على أن الحمد لمجموعة البركة المصرفية يعني خلال 10 و 15 سنة بدأت تطور من منتوجاتهم اليوم حوالي مجموعة الأصول لمجموعة البركة المصرفية تعدى 25 مليار دولار وكذلك الودائع تعدى 19 مليار دولار